اشتركوا في القناة تفتكروا هيكون مين بس قبل كل ما هقولكم اسمه هتشوفوا شكله هقولكم انا معرفش الدين اللي يتنصر بالكسب ده يبقى دين ايه الراجل ده اسمه ايه العريفي تعالوا نتفرج على الكسب بتاعه قصدي على الفيديو بتاعه ونشوف هيقول ايه تفضل يا شيخ العريفي اذكر في نيوزلندا في العام الماضي كنت ادرس الانجليزي الشاهد اتصل باحد الشباب الخليجيين قال يا شيخ عندنا شخص فرنسي ويسأل على الاسلام ورجل ام لخبط وأحيانا يمدح الإسلام أحيانا يسب الإسلام قلت طيب تعال أنتوا إياه عندي في المعهد وممكن أن أتكلم معه جاء إلى المعهد وكان عندنا بريك قبل صلاة الظهر ساعة تقريبا جاء وجلس كيف حالك إن شاء الله بخير حاولت أتلطف معه حتى ارتاح وأخذ يعني يضحك قلت أنا سأسألك سؤالين فقط طبعا هو فرنسي جاء يدرس إنجليزي قلت أنا سأسألك سؤالين فقط قال نعم قلت السؤال الأول هل تذكر خلال التاريخ أو خلال هذه الأيام خلال التاريخ القديم والحديث هل تذكر أن قسيسا أو داعية من دعاة النصارى تحول مسلما قال ييس كثير عندهم برامج في التلفزيون عندهم مواقع في الإنترنت عندهم كتب كثير كثير كانوا نصارى وتحولوا مسلمين بل قساوسة قلت ممتاز هل تذكر أن شيخا أو داعية من دعاة المسلمين تحول نصرانيا قال لا قلت لماذا فعلا اسأل أي واحد نصراني لماذا لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى ليش أنا هقول لك ليش أنا هقول لك ليش يا شيخ من غير ما تجيب واحد فرنسي ما بيعرفش يتكلم انجليزي ولا حاجة خلينا احنا مع بعض كده بالعربي بالعربي الفصيح قساوسة يتحولوا إلى الإسلام يعني ايه يعني ايه المشكلة لا حنجيب سكينة ولا سيف ولا نقطع رقبتهم هم حرين هم اللي يعمل كده هو حر ما يعمل اللي عايز يبقى ايه يبقى ان شاء الله بعد كده يشتغل رقص هو حر دي نمر واحد نمر اتنين حضرتك بتسأل بتقول عمرك شفت شيخ بقى مسيحي ها ها اقول لك يا شيخ ده انت بتعرف في دينك كويس انت ما تعرفش ابن عمة النبي اللي اسمه عبدالله ابن جحش اللي مراته اسمها ام حبيبة اللي بعد ما اسلم اسلم خد بالك ده صحابي واسلم وهاجر للحبشة وبعد كده ايه قال لك تنصر بقى مسيحي ومحمد غازه وقال له بالغزة فيك يا عبدالله يا ابن عمتي يا جريبي اللي تركت الاسلام انا حاخد مراته خد مين مراته ايه ام حبيبة طيب بلاش دي يا خوية خلينا في دي الناس اللي كانوا بيرتدوا عن الاسلام ايام ابو بكر نعمل فيهم ايه طب بلاش دي ما قاها قدامك هاي فرحة كنت مسلمة شيخ كتير كانوا مسلمين وبقوا مسحيين عارف بقى احنا الناس دولا ما بيظهروش ليه ما بيظهروش ليه ببساطة لان في حاجة اسمها حد الردة شيل يا خوية حد الردة واتفرج اولا اقول لك اتفرج عن الناس اللي بيتكلموا في قناة الحياة وبتصلوا بقناة الحياة بزمتك ودينك مش هتلاقي كمية من الناس بتناقل انتوا نفسكو بتلطموا بشقفتين بتقولوا الحقو الناس كلها عمالة بتسيب الاسلام وبيبقوا مسحيين طبعا عمل فيك ايه يا شيخ الكلام ده هو تطلع كذاب ولا مش كذاب طيب نكمل بسرعة النقطة التانية اهدنتنو ما ادري قل طيب خذوا النقطة التانية قال نعم قلت الصلاة عندكم كم مرة في الاسبوع قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الاسبوع قلت كم عدد الحضور في الكنيسة قال قليل قليل قل طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة في الاسبوع قال انتم الصلاة عندكم خمس مرات يوميا ليس في الاسبوع خمس مرات يوميا قلت كم عدد الحضور في المسجد قال كثير قلت لماذا لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل ونحن الصلاة عندنا خمس مرات يوميا والحضور كثير ليش؟ يا سيخ برضو لسه بتكذب خمس مرات عندكم والحضور كثير مين قالك أن احنا عندنا صلاة واحدة اسأل أرثوزوكس اسأل كاتوليك اسأل أي حد مسيحي احنا عندنا الصلاوات أكتر من الصلاوات عندكم بس عندنا اللي ما يصليش ما نولعش فيه ولا نقطع رقابته لا والصلاة كونوا مصلين كل حين عند الكاتوليك بيصلوا سبع صلوات عند الأرثوزوكس سبع صلوات عند البرسوزوكس بيصلوا كل حين فأرجوك يا شيخ من فضلك ممكن لما تيجي تكذب تكذب كده كذبة محبوكة يعني محبوكة شوية عشان الناس تصدق مش عيب عليك تبقى حاطت تحت العمة تحت العمة ها وتكذب ابعتولوا وقولولوا هو تحت العمة اي